اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى سياق هذه التقطية التي نواكب فيها تطورات الأوضاع في المنطقة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعدوان على لبنان والتصعيد الإسرائيلي على الصعود كافة والأهم هو الانتظار الإسرائيلي للرد الإيراني الآتي حتما والإرباك داخل كيان الاحتلال إضافة إلى الاستعداد الجاري في الميدان على جفة لبنان لما سيحدده توفر الظروف للرد المناسب من حزب الله على اغتيال الشهيد فؤاد شكر والعدوان على الضاحية إضافة إلى التنصيق الجاري بين قوى محور المقاومة ومنها على جبهة اليمن التي قررت الرد على العدوان على الحديدة هي لحظات حاسمة في مستقبل المنطقة فما هي السيناريو أتوى إلى أي مستوى من التصعيد ينوي نتنياهو نقل كل المنطقة ودولها وشؤونها قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الساعة أرحب بالأستاذ مخايل عوض الكاتب والمحلل السياسي أسمح لي أن نفتح في جولة مع شبكة المراسلين في الميدان الزميلين أحمد غانم من خان يونس في غزة والزميل علي مرتضى من جبهة سنة جنوب لبنان نبدأ معك أحمد وآخر تطورات الميدان في القطع الصدق وطيرة العدوان على حالها محمد متزايدة ومتسارعة لا تتوقف الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع في رفح غارة الطائرات الحربية الإسرائيلية هذا الصباح على منزل في منطقة أقصى شمال مدينة رفح ولسيما منطقة ميراج ما أدى إلى ارتقاء ستة شهداء وصلوا إلى هنا إلى مستشفى ناصر وكذلك أيضا لزال الجيش الإسرائيلي يواصل قصف هذه المناطق الشمالية بالمدفعية ولسيما منطقة مصبح بالإضافة إلى المنطقتين الغربية ومنطقة وسط البلد وسط مدينة رفح سواء من الجو أو حتى من القذائف أو حتى بالقذائف المدفعية يمنع على سيارات الإسعاف والدفاع المدني دخول المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي وتدفع إسرائيل عبر طائراتها المسيرة أو تقصف إسرائيل بطائراتها المسيرة كل من يحاول من السكان العودة إلى المناطق الغربية وكذلك مناطق وسط المدينة وتستهدفهم بالصواريخ أيضا من الطائرات من نوع كواد كابتر التي تسعى إلى تمشيطها يعني التمشيط اليومي إلى معظم المناطق في مدينة رفح وتطلق نيران رشاشاتها باتجاه من يتحرك هناك بطبيعة الحال الدفاع المدني قال بأن هناك أعداد من الشهداء والجرحى لم تستطع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها طبعا هناك جثمين متحللة بطبيعة الحال مضى عليها أيام عديدة لم تنتشل حتى الساعة في معظم مناطق مدينة رفح ولسيما المناطق الغربية ومناطق وسط المدينة في خنيونس الوضع تقريبا شبه هادئ منذ ليلة أمس حيث قصفت الطائرات الحربية مساء أمس منزلا لعائلة بربق على دوار أبو حميد ارتقى ستة شهداء في القصف الإسرائيلي هذا ونستمع بين الحين والآخر إلى أصوات انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي للقرى المتاخمة للسياج الفاصل شرقي المدينة المنطقة الوسطى وسط قطاع غزة الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية قصف منزلا لعائلة الداية ارتقى شهدين بينهما أم وطفلتها وأصيب تسعة آخرين في مخيم لبريج للاجئين الفلسطينيين وركز الجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال على استهداف هذا المخيم وتحديدا النواحي الشرقية منه فضلا عن مناطق شرق المغازي وكذلك شرقي دير البلح مرورا بمحور نيت ساريم الممتد من محور الشهداء أو مفترق الشهداء على شارع صلاح الدين مرورا بالمغراقة وكذلك الزهراء في منطقة شمال مخيم النصيرات الذي يقصفه الجيش الإسرائيلي بشكل كبير للغاية خاصة خلال ساعات الليل مدينة غزة شهدت خلال الساعات الماضية استمرارا أيضا للقصف المدفعي والغارات من الجو حيث قصفت إسرائيل منزلا في محيط مفترق ضبيط وسط مدينة غزة لم يبلغ عن وقوع إصابات وكذلك أيضا قصفت منطقة أو يعني هدفا في محيط سوق الصحابة وقصفت مباني الكلية الجامعية في الجنوب الشرقي من حيث تل الهوى حيث لا زال الجيش الإسرائيلي يتوغل في المناطق الجنوبية الغربية التي تل الهوى والجنوبية الشرقية وتحديدا في محيط الكلية الجامعية وشارع ثمانية ويحذر المواطنين من قبل جهاز الدفاع المدني بأن الدبابات الإسرائيلية تتخذ من محيط هذه الجامعات أو هذه الجامعة مكانا تطلق من خلالها أو من هناك الدبابات قذائفها المدفعية باتجاه مناطق واسعة من حيث للهوى ولسيما المناطق الشرقية كحي الصبر التي قصفت أو قصف الجيش الإسرائيلي فيها يوم أمس منزلا لعائلة أبو حصيرة ما أدى إلى ارتكاب مجزرة بحق سكان هذه العائلة ارتقى ستة شهداء وكذلك وقع العشرات من الجرحى فيما لا زالت مدفعية تواصل قصف المناطق الشرقية للشجاعية والزيتون وتل الهوى وسجلنا خلال الساعات الماضية أيضا قصفا إسرائيليا للأنحاء الشرقية لجباليا وكذلك بيت حانون شكرا لك أحمد غانم ورسلنا من خان يونس وإلى جباتي إسناد جنوب لبنان وآخر المعطيات لديك علي تعياتي محمد في آخر المعطيات قبل قليل أعلن حزب الله عن ارتقاء الشهيد المجاهد في صفوف المقاومة الإسلامية وقد استشهد علي نزير عبد علي وقد استشهد في عملية الاغتيال التي نفذت من طائرة مسيارة باتجاه سيارة على طريق البزورية يعني أول بلدة ودي جيلو بين البزورية وبين بلدة ودي جيلو طبعا الإعلان عن ارتقاء هذا الشهيد يضع الأمور أيضا في خانة الحماوة أكثر فأكثر على الجباة اللبنانية لسيما أيضا مع تكثف الاعتداءات الإسرائيلية عبر غارتين جويتين نفذتهم على الطائرات الحربية استادفت بلدة طير حرفة وقبل ذلك كان هناك غارة باتجاه بلدة رب 30 أما بالنسبة لعمليات المقاومة فحتى اللحظة تبنى حزب الله عملية واحدة وهي إطلاق قذائف مدفعية باتجاه موقع العاصي في الجليل الأعلى وأصيب إصابة مباشرة بالإضافة إلى رصدنا لنيران أطلقت من لبنان باتجاه هدف إسرائيلي في محيط تكنت ميتات شكرا لك علي مرتضى من جنوب لبنان رحبك مجددا أن أستاذ مخايل عوض لعلها ساعات حساسة ساعات يرتق فيها الإسرائيلي بحذر وقلق الرد الذي سيتوجه به محور المقاومة بعد الوعود الثلاثة من السيد الخامنة السيد نصر الله والسيد الحوثي بوجوب الرد على الاعتداءين والعدوانين على طهران والضحية الجنوبية اليوم يعيى الإسرائيلي ويدرك ويؤمن بأن الرد سيكون حاسما وأنه لا تراجع عن هذا الموقف وأنها مسألة ساعات لا يعلمها ولا يعرف تفاصيلها يعني لا شك بإزاء هذه الاتداءات الثلاثة التي وقعت بما في ذلك على الحجد الشعبي في العراق وتزامنات رفع نتنياهو وطيرة الاشتباك وقال السيد حسن نصر الله أنه أسقط كل الخطوط الحمر أي أننا في ما نسميه زمن العصف ستشهد المنطقة سيشهد استيراء تطورات دراماتيكية سيكون لها تأثير على مستقبل المنطقة برمتها أعيد التذكير بأن نتنياهو وقال لنت أعلنها حرب وجودية وقال لا وجود لإسرائيل لم تنتصر في هذه الحرب يقودانها كحرب وجودية يجاوزون كل ما يسمى بقواعد الاشتباك والخطوط الحمر والتقاليد والشرعيات ومشروعيات ونظم الحروب منذ بدأت الخليقة حتى الآن ارتكب نتنياهو حماقة كبيرة جدا ربما هو لم يحتسب بأن المس كما قال السيد بشرف إيران وبضيف إيران وبطهران هذا أمر لا يمكن ولا يجوز السكوت عليه إضافة إلى المس بالضاحية وكانت من الخطوط الحمر للمقاومة في لبنان هذا يستوجب الرد الرد سيقع كيف سيكون الرد والرد على الرد ما سيحدد طبيعة الأيام القريبة القادمة لم تتأخر المقاومة بردها هي الآن تمارس فعلا مقاوما عندما تجعل الكيان الصهيوني وحلفائه في حالة سعار وحالة استنفار قصوى وحالة زعر ويبحثون ويترقبون هذا فعل مجد في الحرب لأنك بهذا تنهك عدوك قبل أن توجه إليه لا شك كلام السيد حسن نصر الله والقائد الخامناء والحوثي لم يثلج صادر الإسرائيليين ولم يعطيهم أي مؤشر كيف سيكون الرد كيف سيكون الرد أقل له بمستوى الارتكاب زائد يعني عادة هكذا هي الأطماط الحياة ما هي الهوامش وملامح الرد التي تجد محور المقاومة نفسها ملزمة بالرد انطلاقا من الخطوط الحمراء التي تحدثوا عنها بأن نتنياهو تجاوز خليني إلاك إيران سترد من إيران ومن مختلف الجبهات هذا يختلف عن الرد الذي جرى عند استهداف القنصلية في دمشق وهذا أمر معلن هل ستنسق ربما على الأرجح ستنسق الضربات وربما تبدأ من الجبهات ذات الاتصال الجغرافي بسبب أن طائرات المسيرة والصواريخ قادر على الوصول بسرعة وتجاوز ما يسمى بعقبات الدرع الصاروخ الأمريكي المنتشر في المنطقة هذا شيء أساسي اليمن والسوريا والعراق سيلعبان دور أساسي ومحوري ولا استبعد أن تبدأ عملية الرد من هذه المسارح الثلاثة ثم يكون الرد الإيراني الرد الإيراني سيكشف عن إمكانات وقدرات عند إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة وسيستهدف أهداف وازنة في الكيان الصهيوني ليكون بمثابة الردع واللجم والإنذار الأخير الرد اللبناني أعلن السيد حسن نصر ولو يجب أن ننتبه أن اغتيال القاعد واستهداف الضحية والمدنيين نقل الصراع إلى مرحلة ثانية مجرد أن نتحدث عن نقله إلى مرحلة ثانية إذن الآلية العمل تختلف عن أن هناك ثأرية سندرب قاعدة ميرون أو قاعدة صفد أو تلك القاعدة لا قال السيد ذهبنا إلى مرحلة ثانية وصفها بدقة كعادته قال أنها معركة مفتوحة وانتقلنا من مهمة الإسناد والإشغال إلى نمط آخر من المهمات والذي انتبه للسيد بكلامه كيف ختم هذه الكلمة قال جمعكم بدد وأيامكم عدد هذه ذات رسالة عميقة وعميقة جدا أنا أرجح بأن القرار لدى محور المقاومة وخاصة السيد بلغ مرحلات أن الأمور قد نضجت وتوفرت الفرص وتأهلت المسارح وكل شيء بات جاهزا له وضع وعد السيد بصلاة خلفه وخلف قادة المقاومة بالأقصى موضع التنفيذ هذا لا يعني أننا غدا ستبدأ قوة الرضوان والعباس بالدخول والوصول إلى حيفا مش بالضرورة لكن أن تكون معركة كبرى أن تكون معركة مفتوحة أننا انتقلنا إلى مرحلة ثانية يجب أن نتأهل ونتهيئ نفسيا كيف ما هي مسارح الرد ومروحتها أدنى بدك فيك تقدر فيها بدءا من عودة المقاومة في فلسطين إلى العمليات الاستشاهدية والمفخخات التي شهدناها بتسعينات القرن الماضي وكانها دور أساسي وفعال بإفشال التسويات التي تم توقيعها وانهار كل المشروع الأمريكي في المنطقة انطلاقا منها اليوم فيها ترجاع إلى العودة إلى تفعيل تكتيكات ثورية كانت اتمدتها المقاومة بالثمانينات والتسعينات وأدت إلى هزيمة الجيش الإسرائيلي في لبنان نذكر هنا عملية بدر الكبرى 1987 التي شكلت بمثابة فتح استراتيجي باستراع العربي الإسرائيلي أي الإغارة على مواقع تطهيرها ثم نسفها والانسحاب أظن أن المقاومة ستقدم لنا تكتيكات ونماذج جديدة مفاجئة الإسرائيلي بنى كل حساباته ونحن وكلنا نطلع وعم نحكي بأن هناك مسيرات حديثة هناك قنابل جديدة تسلمها حزب الله الكهرومغناطيسية وإلى آخره هناك صواريخ دقيقة وإلى آخره أنا أفترض بأن عقل المقاومة قدتها الاستراتيجيون والميدانيون يدركون وقد درسوا ما هي نقاط ضعف إسرائيل يعني شو الإيد اللي بتجع الكيان الصهيوني بالتقاصف إسرائيل أقدر وأقوى بالحروب الإلكترونية إسرائيل أقدر وأقوى وهذا أمر طبيعي ومنطقي مع إسرائيل العالم الأنجلو الشكسوني والنظام الرسمي العربي والإسلامي وتاليا لا يمكن أن نجاريها كيف نستطيع أين هي يعني كيف تؤكل الكتف كمان المثال في إسرائيل نقطتين ضعف المقاومة تاريخيا تعمل على نقاط ضعف العدو لدينا نقطة ضعف ما يسمى بالجبهة الداخلية الآن واضح أن نتنياو تكيف وكيف المستوطنين مع توسيع دائرة القصف وأدخال مستوطنات جديدة والتهجير الداخلي إذن هذه نقطة ضعف يجد لها نتنياو علاج أما نقطة ضعف المركزية والتي ستكون كاسرة وتشرع الأبواب والأوتستراد لتحرير القدسية العودة إلى تكتيك عمليات الإغارة بحيث نضرب الإسرائيل مثل ما نسميه بمنطقة الوجهة إسرائيل الآن لديها مأزق في جيشها جيشها دمر له نصف آلياته بالاشتباك المباشر في غزة ولديه نقص بالعديد عندما تبدأ عملياتك عمليات بدر الكبرى واللي على سبيل المثال أنت تخيل أنه اليوم بعد ساعة بكرة عندما يبدأ الرد تقوم مجموعة من المقاومة فتحرر مثلا مرصة جبل الشيخ تقتل وتأسر من فيه تنسفه وتنسحب هذا استدعاء الجيش الإسرائيلي إلى الميدان والقتال من مسافة صفر وهو يعاني من نقص العدد ويعاني هذه عمليات هي تبدو تكتيكية وجزئية ليست بالضرورة ستؤدي إلى عصف الحرب لكنها تكسر ظهر نتنياه والجيش الإسرائيلي يؤمن يقتنع نتنياه وقيادته ومجتمعه وجيشه أن العبور أمر موضوع على جدوى الأعمال لم يحن وقت العبور الكبير من الجبهات لكن العبور بعمليات تكتيكية قائم على سبيل المثال هكذا من الأنماط يجب أن نتوقعها لماذا؟ لأن المقاومة تدرس جيدا تعي جيدا لديها عقول مبدعة عسكرية وهذا الثابت في المواجهات حتى الآن في كل الوقائع وليس من الصعب أن تعود إلى تكتيكات هي ابتدعتها يعني ليس يبدأ تستعيره من عند حدثين والمعروف أن المقاومة في مرحلة الإسناد باتبارة هنا على مرحلة أخرى في مرحلة الإسناد هي قالت وضعت عنوان تكتيك لعمليات تكتيكية لكن حققت أبعاد استراتيجية هي دمرت الحصون هي دمرت وفقأت العيون والآذان هي أسقطت المناطيد هي دمرت قواعد الإدارة والسيطرة التي تكلف عليها الإسرائيلي سبعون سنة حتى بنا هي طاردت قواعد الإدارة والسيطرة للألوية والكتائب والفرق في الجولان وفي الجليل خلال عشرة أشهر إذن هي مهدت المسرح وجعلت عمق شمال فلسطين وشرقيا اليوم بدنا نحكي دائما عن جابة الشرق والشمال مش بس الشمال لأنه اليوم للمقاومة حققت إنجاز عبقري بأن وحدت جبهتي الجنوب والجولان والاشتباك مفتوح من النقورة إلى الحم السورية وهذا خط بري للاشتباك والمقاومة جعلت هذا المسرح تسيطرتها العسكرية والعملياتية لذلك أنا بتوقع بالإضافة للصواريخ بالإضافة للصواريخ الدقيقة والأنواع الجديدة والقادرة على التدمير لأن الضاحية مقابل تل أبيب والمبنى مقابل مبنى هذا عجد والأعمال وإضافة إلى المسيرات والمسيرات المتخفية والقادرة وهذا شيء ثابت وتاليا بدنا كمان يكون إلى إيقاع كبير أيضا هناك احتمال كبير وأظن أن المقاومة ستقوم بهذا الفعل اللي اسمه عمليات الإغارة والكمائم في أرض الخصم وإلت استدعاؤه للاشتباك من مسافة صفر في المسافة صفر المعركة محسومة لصالح المجاهد المجاهد يطلب أحد الحسنيين الجند الإسرائيلي منهك ومكركب جاي لحتى يضطهد ويعيش ويقتل ويغتصب من جاي لحتى يموت وهذه تجيز على المقاومة ولدينا رجال أشداء في هذا النمر وبهذا الشأن لعله التحركات الأمريكية الأخيرة سأسألك عنها في سياق هذا الحديث لكن اسمح لي أتحول إلى الضفة الغربية حيث كانت صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها لسيما في تول كرم حيث تشن منذ ساعات عملية عسكرية واسعة تخللتها غارتان من مسيرتين على المحافظة أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء بحسب مرسلتنا في الضفة كانت تفادت بأن قوات الاحتلال شنت طهر اليوم غارة مسيرة على ضحية أكتابة وبلعة في تول كرم كما أكدت المقاومة تصديها لقوات الاحتلال المقتحنة كانت سرايا القدس قالت أن مقاتليها يتصدون لهذه القوات في مخيم تول كرم بزخات كثيفة من الرصاص كما أعلنت كتاب شهداء الأقصى تول كرم أن مقاتليها يأخذون اجتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة وحول تفاصيل ما يجري في الضفة تنضم إلينا نسرين سلم ورسلتنا من هناك تضعينا نسرين في صورة آخر المعطيات الميدانية لديك آخر المعطيات الميدانية أن عدد الشهداء في مدينة تول كرم ارتفع إلى تسعة شهداء حيث أبلغت قوات الاحتلال الارتباط المدني الفلسطيني ومحافظة تول كرم والهلال الأحمر عن احتجازها لجتمين أربع عميل الشهداء قصفتهم بطائرة أو بصاروخ مسير من طائرة أثناء مرورهم في منطقة ما بين بلعة وكتابة إلى الشرق من طول كرم طبعا المنطقة مفتوحة كانت ما بين الجبال لا يعرف حتى هذه اللاحظة كيف تم الاستخداف لأن قوات الاحتلال لا تزال متواجدة هناك وتمنع تواقم الصحفية وتمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى تلك المنطقة لكن الأكيد أن قوات الاحتلال نفسها أبلغت بوجود هؤلاء الأربع شهداء ليضافوا إلى شهداء الصباح الذين ارتقوا في ساعات صباح هذا اليوم وكاء وهم خمسة من الشهداء منهم هيثم البلادي قائد قسامي عبد الجبار الصباغ قائد من سرايا القدس أحمد محاجنة مقاوم أيضا من سرايا القدس وشابين من قلقيلية هم جمال أبو هنية وخليل علي من قلقيلية تستهمهم إسرائيل باستهداف مركبات للمستوطنين قرب قلقيلية على ما يبدو أنهم التجأوا إلى مقاتلي طول كرم ليكونوا برفقاتهم هذه عادة المقاومين أن يتواجدوا معا لمواجهة اقتحامات واغتيالات واعتقالات الاحتلال وكان نصيبهم أن يرتقوا الشهداء الخمسة معا في استهداف لمركبتهم في ساعات الصباح على طريق زيتا عتيل طبعا حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات من هم الشهداء الأربعة الذين استهدفتهم قوات الاحتلال بين ضاحية كتابة وبلعة ومن هم أو إذا كانوا من تول كرم أو من غيرها لكن الأكيد أن هناك أربعة شهداء قوات الاحتلال سحبت عددا من آلياتها المقتحمة لمدينة طول كرم تحديدا لمخيم طول كرم جرفتين تم سحبهما من داخل مخيم جرفتين من نوع دي ناين عدد من الآليات العسكرية والجبات العسكرية أيضا انسحبت لكن لا يزال الحديث عن انسحاب مبكرا تتواجد مجموعة من قوات الاحتلال في محيط مخيم طول كرم وأيضا في كتابة وبلعة القريبتين قوات الاحتلال قامت بتجريف المخيم بشكل كبير وتدمير البنى التحتية له في عملية ثانية بعد عملية صباحية استهدفت المدينة وتجريف شوارع المدينة قوات الاحتلال دمرت عدد كبير من منازل الفلسطينيين ومركباتهم في مخيم طول كرم وحاصرت المخيم ونشرت القناصة على أسطح المنازل العالية واستهدفت الصحفيين بالغاز المسيل للدموع ولا تزال تتواجد هناك من ناحية أخرى في مدينة نابلس في هذه الأثناء هناك اقتحام لمنطقة شارع القدس في مدينة نابلس وهناك إطلاق للرصاص باتجاه المواطنين وإصابة للطفلة في الرابع عشر من عمرها برصاص الاحتلال في منطقة شارع القدس في نابلس وهذا هو أيضا الاقتحام الثاني لمدينة نابلس حيث كانت قوات الاحتلال اقتحمتها في ساعات فجر هذا اليوم تحديدا المنطقة الغربية ومخيم العين الذي شهد اقتحامات واسعة لعدد من منازله وأيضا اشتباكات ما بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اعتقلت منه عددا من الفلسطينيين من بينهم صحفي قبل أن تنسحب منه وتعود الآن مجددا لهذا الاقتحام أيضا قوات الاحتلال كانت شنت اقتحامات كبيرة في أنحاء الضفة الغربية من بينها قرى في مدينة رمالة ومخيم الجلزون شمال مدينة رمالة وحصار لقرية عبوين وإصابة لأحد الشبان وصفت جراحه بأنها خطيرة أيضا اقتحام للدوحة في بيت لحم واعتقال ستة فلسطينيين قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من هناك كل هذا تزامن مع الإعلان عن اليوم العالمي لإسناد قطاع غزة ولأسناد الأسرى الفلسطينيين الذي شهد مسيرات في كل المدن الفلسطينية مسيرات حاشدة دعت إليها القوى الوطنية ودعا فعلا هناك حدث في هذه المسيرات التي هتفت إسنادا لقطاع غزة وإسنادا للأسرى الفلسطينيين وأكدوا على دورهم بإيصال صوت الأسرى وصوت أهالي قطاع غزة إلى العالم علّه يحرق الضمير العالمي شكرا لكي نسرين سلمي مراسلتنا من عرام الله أتحول إلى لندن ومرسلنا موسى سرور وهذه التظاهرات التي تتجدد كما في أطلت كل نهاية أسبوع مع المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية لصمودها الغزة والتنديد بالجرائم والعبادة الإسرائيلية تفاصيل معك موسى نعم يعني هذه التظاهرة كما ذكرت هي تظاهرة شبه أسبوعية يخرج الألاف من البريطانيين إلى العاصمة فضلا عن عدد كبير من المدن البريطانية للمطالبة والضغط على الحكومة البريطانية لوقف تقديم الدعم العسكري والسياسي والمالي لإسرائيل ولي أن تستخدم بريطانيا نفوذها لإيقاف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين ربما لهذه التظاهرة قد تكون لها ميزة مختلفة عن بقية التظاهرات على الاعتبار أنه كما يقول المتظاهرون أنه استطاعوا أن يضغطوا أو استطاعوا أن يثمروا بعض الإيجابيات من خلال الدغوط أو من خلال حركة الشابع والتظاهرات التي بدأت منذ السابع من أكتوبر هذا أثر كثيرا على الانتخابات البرلمانية واستطاعت هذه التظاهرات أن توصل عدد من النواب إلى مجلس العموم البريطاني فضلا عن أن هذه التظاهرات وهذا الحراق الشعبي الضاغف على الحكومة البريطانية استطاع أن يغير إلى حد ما في السياسة الخارجية البريطانية كما تعلم أن الحكومة العمالية الجديدة أن الحكومة العمالية الجديدة غيرت من سياستها بأنها أعادت تمويل وكالة الأنروال الفلسطينية فضلا عن أنها أيضا أسقطت المراجعة ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتالياهو ووزير دفاعه جلند وبالتالي هم يرون هؤلاء المتظاهرون أنه من خلال هذا الشارع يستطيعون أن يحققوا المزيد من الانتصارات وهذه التظاهرة تأتي في سياس الضغط على حكومة كيرستارمر من أجل وقت شحنات الأسلحة إلى إسرائيل كما تعلم أن هذه الحكومة عندما كانت في المعارضة حسب العمال كانت تضغط على حكومة المحافظين السابقة لإصدار المشورة القانونية التي كان قد خطها المستشار القانوني للحكومة البريطانية والتي بحسب التسريبات أنها تتضمن بند يتعلق بمخالفة إسرائيل لحقوق الإنسان وهذا يستدعي الحكومة البريطانية بوقف ساطرات الأسلحة إلى إسرائيل وكان من المقرر أن يعلن وزير الكاليجية ديفيد لامي يوم ثلاثاء الماضي بإصدار هذه المشورة ومن ثم تجميد شحنات الأسلحة ولكن بسبب التطورات الحصلت في الشرق الأوسط يبدو أن الحكومة البريطانية أجلت هذا القرار إلى مبعد العطفة الصيفية أي بمعنى إلى شهر سبتمبر هذا يعني آخر ما صدر عن الحكومة البريطانية كما تعلق بمسألة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وبالتالي هؤلاء المتظاهرون يعتبرون أن الحكومة البريطانية الحالية عليها أن توقف صادرات الأسلحة لأن في إرسال بريطانية الأسلحة هذا يعد بالنسبة لهؤلاء أن هذه الحكومة شريكة في قتل الشعب الفلسطيني في هذه التظاهرة ربما أيضا من ميزة هذه التظاهرة أن مجموعة ما يعرف بي الخط الأحمر الفلسطيني أو الخط الأحمر البريطاني ستشارك في هذه التظاهرة مجموعة الخط الأحمر كانت في فترة سابقة قامت بحصار البيت الأبيض في واشنطن وأيضا قامت بعدد من النشاطات في عدد من المدن البريطانية لسيما بريستول وبورمونت وهذه المشاركة هي مشاركة هامة جدا لهذه المجموعة البريطانية كما ترى في السورة هؤلاء يرتدون القمسان الحمر ويرفعون إشارات حمراء هذا له رمزية على اعتبار أن هؤلاء المتظاهرون يريدون أن يضعوا خطا أحمر للحكومة البريطانية بطلا عن حكومات الغربية في الضغط عليهم لعدم تجاوز هذا الخط الأحمر بمعنى أن الشعب البريطاني أو أن الشعب من فلسطين إلى بريطانيا إلى لندن إلى واشنطن هم الخط الأحمر ويريدون من الحكومات الغربية بعدم تجاوز هذا الخط الأحمر بمعنى عدم تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل لإراقة دم الفلسطيني وهم يرون أنفسهم أنهم فلسطينيون قبل أن يكونوا بريطانيون ويطالبون كيريس تارمر وغير من الحكومات الغربية بأن يروا بأن لا يتجاوز هذا الخط الأحمر وهذه الرسالة من هؤلاء المتظاهرين للحكومة البريطانية ولكافة الحكومات الغربية بأن الشعوب الغربية والشعب البريطاني سئمة من هذا الدعم للحكومة الاحتلال التي سفكت دماء الفلسطينيين شكرا لك موسى سرور مدير مكتب الميادين في بريطانيا شاركتنا من العاصمة لندن أعود إليك أستاذ مخايل كان ورد هذا البيان العاجل على شاشة الميادين حول بيان للحرس الثورة الإيراني أن الكيان السهيوني بدعم من الحكومة الأمريكية المجرمة هم من خططوا ونفذوا العملية الإرهابية وهذه العملية جرت عبر إطلاق مقذوف قصير للمدى برأس حربي من خارج محيط مكان استقرار الضيوف لعله لم نكن لننتظر بيان الحرس لنعلم تدخل الولايات المتحدة في هذا النوع من العمليات أو كما تقوم بالساعات الأخيرة بتفعيل حضورة في الشرق المتوسط من خلال قطعاتها البحرية إضافة إلى تصريحاتها العلنية بالحفاظ والواجب الدفاع الإسرائيلي هي شركة أساسية لكن اليوم السؤال من الجانب الإسرائيلي في الرد على الرد كما هو متوقع إلى أي مدى تخشى الولايات المتحدة من توسيع رقعة هذه الحرب في المنطقة وبالتالي الحفاظ على ميزان المواجهة مع الانطلاق من الإسرائيلي مع محور المقاومة تحت صقف هذه الحرب المواصلة شوف الاستراتيجية الأمريكية في هذه الحرب ارتسمت من الأيام الأولى أنها هي شريك هي تقود هي حاضرة هي تمول هي تذخر نتذكر بعد عملية طفان الأقصى العجائبية كيف تداعى كل أركان أمريكا الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى الأطلسي والعالم الأنجلوسكسوني إلى الكيانسوني وأعلنوا صهيونيتهم وزودت أمريكا إسرائيل بالأموال وهذا شيء معروف وبالذخائر سبعين سفينة ميت سفينة يعني جسر بحري وجسر جوي لتأمين إسرائيل بالأسلحة والذخائر أرسلت ضباط أركان لإدارة العمليات وهذا من الأسبوع الأول أرسلت قوات المارينز والدلتا فورس بالإضافة إلى المرتزق وهم مرابطون وكثير من الأنباء الواردة من غزة ليس فقط البريطاني والأمريكي يقدم خدمات تجسسية وخدمات أمنية وإلى آخر إنما يقاتل بصورة مباشرة وبالمناسبة سيد حسن نصر الله في إطلالته الأولى بعد طفان الأقصى قال أمريكا هي العدو أمريكا هي التي تقود وقال بأن علينا أن نضع في حسابنا مواجهة أمريكا من حيث المبدأ الاستراتيجية الأمريكية في هذه الحرب قامت على إسناد إسرائيل والحؤول دون الحاق الهزيمة وبداية تداعي هذا المشروع أثنان أيضا الإدارة الأمريكية وبسبب أنها منقسمة عموديا دولتها العميقة بين لوبيي العولمة والأمريكا وفي زمن الانتخابات كما هو جاري حاليا تعيش حالا من الارتباك والتردد بايدن على سبيل المثال يريد مراعاة القاعدة الاجتماعية للحزب الديمقراطي وما يسمى بتيار اليسار المتضامن مع غزة ومع الفلسطينيين وانفضة من حوله ولهذا جرت مناورة استبداله بهارس باعتبارية تمثل قوة اليسار التي يقودها السيناتور ساندرز نعم بالولايات المتحدة ويبتلي محاولة للمعالجة فان يبدأ بالتصريحات هناك ارتباك ندعم ولا ندعم نقف أو لا نقف مطلوب أن توقف اطلاق النار وبيّن أنه نتنيوهو متمرد عندما قررت إيران أن ترد على العدوان على القنصلية أعلنت الولايات المتحدة أنها شريك في الدفاع عن إسرائيل والزاجة هي وفرنسا وبريطانيا والأردن وعدد من الدول بدفاعاتها الجوية وطائراتها وسعت لحماية إسرائيل يومها أعلن بايدن وأنذر نتنيوهو أنك إذا قررت أن تقوم بعمل يستدرج توسيع وعصف الحرب واتخذها طابعا متفجرا وعاصفا فأمريكا لن تكون إلى جانبك أعيد بالأمس أيضا هذا الكلام بهذا الحجم إذن في هذا التصعيد الذي أقدم عليه نتنياهو وأنا غالبا أقول دون استشارة أو دون موافقة مسبقة من الإدارة الأمريكية ربما هناك موافقة مسبقة واتفاق مع البنتاجون لأن البنتاجون جزء من لوبي العولمة والبنتاجون يحتفظ ببؤر توتر في أوكرانيا وفي منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة العربية تحسبان لتشرين إذا ما تبين له سيفقد القدرة على حكم البيت الأبيض بها رسفا ستعصف في مكان ما الأرجح أوروبا يعني أوكرانيا لأنه هذه تبرر للوبي العولمة الذي واجهته الحزب الديمقراطي أن يعلن حالة الطوارئ وحالة الحرب فيبقى في البيت الأبيض ولا تجري الانتخابات طبعا هذا لوبي العولمة عنده مصيبة إذا جاء ترامب ويبدأ يحول بأي مستوى ولدينا بحر الصين واحتمالات أن تسعر وفي الدرجة الثالثة العصف في منطقتنا بهذا المعنى في تباين خلينا نسميه تكتيكي لا شك نتنياهو يأتمر وعلى صلة مع البنتاجون البنتاجون اللي هو الآن أحد الأعمدة الفقرية للوبي العولمة الذي يريد الحروب والتصعيد في حين الآخرين بمجالات نتنياهو هو عدو وغبي وأحماق وانتحاري بالنسبة لنا توصفات أخلاقية بالنسبة له وللكيان السوني يستطيع الاستياد بحالة إذا بدك لا قرار في الولايات المتحدة ذهب حصد تصفيق عرفت كيف يبين الكونغرس الأمريكي أسوأ من مجالسنا النيابية وانهارت كل هذه الرواية عن أمريكا والديمقراطية والتمثيل وكذا وإلى آخره إجعى استثمر التصفيق بأن نفذ هذه العمليات وهو راغب بأن يورط أمريكا هل ستتورط أمريكا؟ أنا شخصيا بقول قبل تشرين أول التي تتضح صورة مجريات الانتخابات بأمريكا وكيف سيتصرف له بالعولمة أمريكا ستحاذر التورط وستسعى للعقل وستبذل جهد هي ملتزمة بإسناد إسرائيل دفاعيا لكنها ليست ملتزمة وليست جاهزة بأن تخوض الحرب عن نتنياهو وكرميل نتنياهو لأن نتنياهو يخوض كل هذه الحرب دفاعا عن مكانته وعن شخصه ويمكن إرضاءا لقناعته اليمينية والمتطرفة واللي بيعتبر أن الفرصة مؤاتية لإقامة إسرائيل اليهودية أي إسرائيل يهودة على حساب الوجود الفلسطيني في فلسطين التاريخية لهذا أعلن حرب وجودية ويقولها كحرب وجودية حتى ذلك الحين هو يستثمر باللحظة الأمريكية الآن هو يستثمر باللحظة الأمريكية أمريكا ليست جاهزة شخصيا بشك أن أمريكا ستقبل أن تطورت التضحية بمستقبلها ومستقبل العالم الأنجلوسكسوني في المنطقة المحورية لإسم العالم العربي والعالم الإسلامي له أهميته فأنه انخرطت سيكون ذلك الحاق هزيمة متسارعة ونقراء هذا ليس تهويلا هذا مؤشراتي أصبحت واقعية ومدركة للقاصي والداني أمريكا هزمت في حرب البحار هي بذلت كل ما تستطيع لإقامة تحالف الإزدهار في محاولة لمواجهة اليمن وبطولاته الاستثنائية وهزمت وأقرت بالهزيمة وأن ليست بديها قدرة على التعامل مع اليمنيين واليمنيون الآن فرضوا سيطرة محور المقاومة في خمسة من البحار المنشئة للحضارات والمتحكمة بتجارها العالمية وهذا حدث كبير لذلك عندما نقول أن أمريكا تتهيب أن تجر إلى حرب في صالح نتانيو هذا عملي حكي أبل تشترين أول بهذا الجانب نتحدث بمعطيات واقعية أن أمريكا تدرك بأنها إذا تورطت ستسحق هي وقواعدها ربما تستطيع التدمير ربما تستطيع استخدام أسلحة غير تقليدية لكن في الميدان سوف يجري تصفية النفوذ الأمريكي الأنجلوسكسوني من المنطقة برمتها بعدين أمريكا شو بتبيع وتجربتنا التاريخية من يهزم في هذه المنطقة ويخرج منها ذليلا ينفجر على نفسه وآخر تجارب الامبراطوريات الاتحاد السوفيتي بعد أن هزم في بيروت وهزم في بغداد وبحلفاء اشتار بالاتحاد السوفيتي وهذا ما سيجري وقبله كل الامبراطوريات في العالم إذن باختصار من وجهة نظري أمريكا ستحاول بكل الأشكال بما فيها تقديم إغراءات لإيران وبملفها النووي والمقاومة وبكل ما تطلبه بما في رئاسة الجمهورية في لبنان آمل أن لا يكون الرد لاجما كي لا يستثمر فيه نتانياو ويذهب إلى التصويت ستحاول إذا وقع الرد على طريقة المقاومة عصفا مرة وحدة من كل الجبهات وأدى إلى كسر هيبة نتانياو وإسرائيل وإلى آخره بدأت حيول تلمى قدر الإمكان وإذا محور المقاومة وهذا الأرجح ومحور المقاومة من اليوم الأول قال لا نريد الحرب ولا نسعى إلى الحرب نحن مستعدون وجاهزون وبهذا السياق ممكن محور المقاومة يذهب إلى اللي منسميه التدريج يعني الرد المتدرج والمتصادة والمتصاعد بهذا تكتيب يرد يلجم يحول يمنع نتانياو ولا يستدعي حربا إقليمية عاصفة باعتبار الحرب الإقليمية جارية والحرب الكبرى جارية وما نحن فيه من أخطر ومن أهم الحروب بتاريخ المنطقة جبهاتنا مفتوحة من النقورة إلى المحيط الهندي إلى البحر العرب إلى البحر الأحمر وبعمق الهضب الإيراني شوفها الجغرافيا اللي بزمانة ما صارت فيها حروب بهذا المستوى المنخرطون 200 مليون الشعوب المنخرطة فيها ممثلية بحركات المقاومة ونظمة هذه حرب كبرى هذه حرب إقليمية هذه حرب واسعة وجارية وذهب نازروف وأليكسندر دوغين وسكوتر وحتى إيمانويل طود للقول بأن أحد مسارح حرب عالمية كبرى جارية يعني اللي نحن فيه فهي جائزة الآن نتحدث عن العصف هل أمريكا مستعدة هل راغبة بأن تعصف الحرب وتذهب إلى أن تكون عاصفة على كل المجالات أنا أرجح لها نعم النقطة الثانية العراضة القوة الأمريكية هي استعراض عدلات وليس لدى أمريكا القدرة الحقيقية والفعلية أن تعدل موازين القوى وأيضا لمن يتشكك بهذا الكلام نرجع نظم المعطيات والوقاء التي جرت هل تذكرون أنه بعد عملية طفان الأقصى جاءت حاملات الطائرات وأحدث الأساطيل الأمريكية للبحر المتوسط هل تذكرون أن بايدا شخصيا هدد علنا وسرا سوريا وإيران وحزب الله إذا تدخلوا في هذه الحرب ستتعامل معهم أمريكا بسورة مباشرة هذا سار ويقع وعشناه وعندما خرج السيد حسن نصر الله في إطلالته الأولى وقال أما الأساطيل تذكروها فقد أعددنا لها العدة المناسبة ماذا جرى بالأساطيل ماذا قال بايدن جاء في زيارة لإسرائيل وهو عائد قال أبلغت نتنياهو بضرورة عدم فتح جبهة في الشمال وإذا تورت فأمريكا لن تكون شريكة وبالنتيجة بعد أربع خمس سوحبات الأساطيل والتهويل وقالنا والبحر العربي وبحر اليمن والمحيط الهندي جرت في المواجهات وأعلن الأطلسي وليست أمريكا عجزة عن التعامل مع اليمن وما بلغه من قدرات لذلك الاستعراضات إذا كانت صحيحة مشكلة لأننا عندنا تهويل كثير عرفت كيف وكلام إذا كانت صحيحة لا أظن أنها ستهول وستنجح بالتهويل على المحور يعرف قدراته يعرف رجاله امتلك الأسلحة المناسبة والقدر على التعامل مع هذه الأساطيل اختبر أسلحته لما دون ما بلغه من فرط صوت بحرا أو أرض أرض وهذا أصبح معلن أن المحور يملكه مجرد أن ملكه الحوثي أي أن المقاومة في سوريا ولبنان تملكه وعلى عن إيران أعلنت أنها تصنع ولا تملك فقط في هذا الجانب فهي تهويل لا أكثر ولا أقل سابد مخايل يعني انتلاق من وقع ميدان غزة اليوم العمليات المركبة من جانب خلايا وكتاب المقاومة في شتى أنحاء القطاع الإسرائيلي يحاول الدخول إلى النقاط التي يعتبرها حساسة منعا لأي إعادة نشاط لمجهدي القسام وباقي فصال المقاومة كما في الزيتون وغيرها وبالتالي هذه مراوحة ميدانية يعرف الإسرائيلي أنه لا جدوى منها سوى تقطيع الوقت هل يعتبر الإسرائيلي الآن أنه كل الثقل الميداني انتقل إلى جبهات الإسند وبالتالي هذا أيضا مؤشر إلى استمرار التصاعد في وطيرة هذه الحرب ليس فقط من الداخل الفلسطين إنما بات أيضا على تخوم وحدود الكيان فأنا وجهة ناظري إقدام نتانياهو على مجاوزة كل الخطوط الحمر ومفتاع يعني جرأته أن يقتال الشهيد إسماعيل هنية في طهران وفي هذا الموقع وفي هذه المناسبة أيضا استهداف الضحية واغتيال الشهيد القائد فؤاد شكرا نعم هذا يعني بأن هو يحاول الهروب من مأزقه في غزة في غزة حسب كل المعطيات كل المذهب العسكرية تقول أن الإسرائيلي هزمة أيًا كانت تنتاجه ونجح بقتل عدد كبير من الأطفال والنساء في تدمير البنى التحتية وتدمير الأبنية لكن هذا لا يصنف لأي جيش انتصار صحيح الانتصار هو أنك حددت أهداف لأيدي الحرب ماذا حققت منها حتى الآن صفرية لم يحقق أي شيء بالعكس دمير أنصر في جيشه وهذا باعترافه ونحن نتحدث عن من نتحدث عن غزة 360 كيلو المحاصرة الجائعة العريانة التي قاتلت عشرة أشهر بهذا الثبات وبهذا اسمه هذه القدرة العبقرية والإبداعية لفصائل المقاومة في غزة وستكون أحد أهم شواهد قدرة البشر على التعامل مع الحروب ومع قوى عاتية بحجم ما لإسرائيل من عتو ليس بقدراتها بقدرات حلفائية والعالم الغربي برمته والنظام الرسمي العربي والإسلامي يقاتل إلى جانبي إذن هنا إبدعت واحدة من الدوافع والأسباب هي الهروب من رمال غزة المتحركة التي تبتلعه وتبتلع جيشه محاولة طورية أمريكا وأطراف أخرى في هذه الحرب لتحميلها مسؤولية الإخفاقات والأزمات النقطة التالت بما أنه كان اليوم في شيء بطول كرم وبغزة يجب أن نتنبه له كثيرا المذبحة تعد للضفة الغربية بظن نتنياوسي موريتش بن غفير بيعتبره بغزة يحققه هو التدمير وإشغال غزة بأزمات يمكن يصير ترقيد للاشتباق قدر الإمكان بحيث يخففون منسوب الاشتباق من المسافة صفر بسبب قلنا أسلحة وحكمة وبطولات لكن تسفين الضفة مشهد آخر إلى الضفة إلى الضفة الضفة أعدة المذبحة للضفة ذكروا قبل عشرة أيام قال أنت أعلن بأنه كلف الجيش بالعمل في الضفة وطلب منه سحق بؤر ما يسميه بؤر الإرهاب التي ازدادت وأجازة للجيش استخدم طيران المسير والطيران الحربي والمدرعات والقصف عن بعد والقيام بإنزالات يعني إعلان حالات الحرب والعمل جاري على تحضير مذبحة للضفة حادثة اليوم بمسيرة أحد الشواء أحسن وسيموريتشو بن غفير انتزعى صلاحيات الجيش وأصبحت بيد بوزارة الداخلية اللي بمونه على وسلحها مائة ألف من المستوطنين وهون بدنا ننتبه لأنه تدمير الضفة وتهجيرها وتحويلها على منطقة كغزة غير قبل السكن هذا انفاذ لمشروع يهودة إسرائيل يهودة أي إسرائيل يهودية يجب أن نتنبه له كثيرا هل أنا بفهم من قول السيد حسن نصر الله أننا انتقلنا من مرحلة إسناد غزة إلى مرحلة جديدة وتحضير للقول أيضا كما التزمنا بانتصار غزة وحماس في هذه الحرب سنلتزم انتصار الضفة ومقاتليها ومنع مذبحتها اثنين وهذا الهم جدا والذي يجب أن يكون على جدول أعمال محور المقاومة وأظن أنه على جدول أعمال الرد مدته طبيعته تكتيكاته أسلحته من العناصر التي تأمل فيه غزة أن يوقف مذبحتها وبالضرورة من العناصر التي تأمل فيه الضفة وجمهور وفصائلها من أنه سيكون لاجما لاندفاعة بين غافير سيموريتش لذبح الضفة أو محاولة ذبحها ونحن في هذا السياق باختصار يجب أن نتعامل مع الجاري بأنه حرب وجودية أعلنها نتانيو جالينت يخوضانها أين كانت الأسباب ليس هناك لا عقلنا ولا ضغوط ولا ترهيب ولا تهديد ولا ردع سيخوضها بهذا السياق وكان السيد حسن نصر الله بآخر إطلالات أعلنها حرب وجودية وأضاف عليها مصيرية إذا نحن في حرب ستغير في أحوال الإقليم والمنطقة والمنطقة والإقليم مغيران في أحوال العالم وكيفما درست المعطيات بواقعية شديدة سيكتب النصر لمحور المقاومة ربما نحن على عتبة الصلاة في الأقصى وقريبا إن شاء الله كيفما قريأت لأن إسرائيل أي من عناصر قوتي استنفذت كله أي من عناصر قوة حلفها العالمي في حين أن محور المقاومة لم يستخدم بعد أكثر من 10% من عناصر قوتي وكذلك الحروب بعد 10 أشهر اللي بعد عنده احتياط وسلاح ورجال وجغرافية استطيع القتال فيها هو من سيكسب هذه الحرب شكرا جزيلا لك أستاذ مخايل عوض الكاتب والمحل للسياسي شاركتنا هذه الساعة من سياق تغطيطنا لطيب المتابع على الرأس الساعة تأتيكم الظاهرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة